السلام عليكم و منحبه في فيديو جديد اليوم سوف نتملكم كيكة الشاموائة الفرنسية حسنا هذا الحلقة يدمن ادمن 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 بجيز جربوا اي طريق اخبار ممكن ان يكون حتى 14 ساعة كاملة سوف تصابه بالصباح سوف يسالي بالليل في هذا الكيكة الشاموائة ستحتاجه اي نوع بيمو انا هنا يجبني سابلي لاحقيته كي يكون قليل في الحلوه ستطحنه في مولينيكس او مهراز او اي حاجه بغيته سوف يضيفه عليه نصف صغير الزبدة الدايبة غادي تضيفوه على هداك البيمو اللي دجا هرستوه اولا دجا تحنتو وغادي تعاودو انكم تحنو حتى يمتازج مزيان مع بعض زياتو انا هنا كنت زربا نادرتو في مولي ناكس يعني مادرتوش بالمهراز كيف ما كتلاحظو يعني في مولي ناكس صافي كنجمع هداك البيمو اللي تحنت كنضافع ليه الزبدة كيف ما قلت لكم نسكة دي الزبدة وكتبقى الكيمياء لحسب لمون ديالك كيف ما كتلاحظو هنا يا راه جمعت البيمو ديالي بالزبدة حتى ولا ك تجمع بها الطريقة هذي انتما سوف يفادي في اي مون بغيتو انا هنا عندي المون ديال تشيز اللي دهنتو بزويتا دهنتو مزيان بش انه ملتسقش لي هداك البيمو في الاخير وبتالي اضفت عليه السابلي اديالي غادي انمالسو مزيان بسباتيلا سافي بدمات معسوهم زيان بسباتيلا ديالكم ضروري انكم تعودوا تورقوا عليه بزليفة بكاس او لا باي حاجة لعندكم حتى ولو كان عندكم قاع الشيمون اللي صغر من هدا معسوها بيغة تكون افضل باش يجي انهم سطح و تجيي الكمية قد 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 قسر و ما تجيكمش بلاسة طلعة و بلاسة هبضة سوف ندخل المو ديالي الثلجة و ندوز باش انا نوجد لي الفلون كيف ما تلاحظو هنا عندي اطرو ديال الحليب و عندي زوج الساشيات ديال الفلون سوف نستعمل اسذا الفلون هدا لي كونه اكتو فيه فيه كارامل و بيكونه فيه زوج الساشيات ساشيات الفلون و ساشيات الخرى اللي غازي نقول لكم من بعد اشنه هدي ضروري بامن هاتف هنخلي على الجنب و نخليه على الجنب و ناخذ الفلون كذلي كالبكيتة التانية تعيي ناخذ منها هدي غنخليها هنا باش نختمها و الخرى غنخليها على جنب فهاد الاترو ديال الحليب غازي نضيف هذه الزوج ساشيات ديال الفلون الكوبار فلون كريم و كاراميل نضيفهم بطريقة ستحمقوا عليك يجيو غزال 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 بزاف والله البنة ديالتو خورا فيو والله بنين بنين بزاف ما تقدوش انكم تبقوا تصبرو تكلوه يعني موخصو وترجعو يعني الناس اللي بغين يقتصدو علي يقول لهم وخغير نارو لي ونحاولو انكم تجيبوا معكم المرسوط تجيو تتاكلو ما تجيبوش لمون تحطو حداكم كامل سوف نخلط مزيان هذا الحليب مع الفلون سوف نتفق البوطة حتى انه يبدأ يغلى مزيان ونرجع كيفما لاحطوه هوا هنا غلى مزيان حتى قرب انه يتكوب من اليناء ورطته فهذه الأثناء هذي سنقبط تقريبا 30-35 جرام ديال بيمو سنطحنه بنفس طريقة تقريبا كجيني باكي يقل شوية نضيف على نسل كراميل هذا الحليب سنضيف تقريبا هذه القرعة كاملة إلا قلي شوية سوف نضيف تقريبا 3 يلي سوف نضيف بطريقة على هذا البيمو وبطبيعة الحال سوف نضيفه على هذا الشي انا عندي مونيكس ديال الزاج يعني لم يخلط في هذا الشي سخون كيفما تلاحظو هنا يرادرت بيمو كيفما تقريبا سوف نضيف عليه ونضيف عليه ونضيف عليه ونضيف عليه بالطريقة هذه سوف نضيفه كامله سوف نضيف المونيكس ديالي ونخلطه كله وأنا سوف نضيفه ويجبت ملشفته سوف نضيفه سوف نضيفه حتى يكون مائية ولا تبعل موسيقى الحليب نضيفه هنا يوجد كيسان كبار الحليب وضفت على اللون فلون ديالفاني ويوجد مع القكبار ديالتقيق وخلط التكشم جيد حتى عقد فوق النار ونصبه نعود نقولها لكم جوج مع القكبار ديالتقيق وفلون ديالفاني وكنضف عليه هاتشي كامله من الفوق ندخل هاتشي تاني لكلاجة باش انو يشد راسو مزيال ونخرجوه باش انانين منطيه في الاخير ونزوقو كيفما قتلاحضو كيسان مورها الفرنسية ديالتى ها يرى و اداه ونقل كم مزيال ونزوق في هذا الساشي نسكوي ونزوق في هذا الفلان ونزوق في هذا الساشي شون ربيع وهذه الساشي يجبك نزوق فيه ونزوق فيه ونزوق فيه لأنني خليتو من الفلون